متابع موقع بالصراحة الإخباري معكم كارشيك محمد مطار صحف ابناء استغل عقدتهم ونصب عليهم في 5 مليون جنيه هنعرف تفاصيل كتير إزاي قدر يجمع الناس دول وينصب عليهم ده اللي هنعرفه مع مترجم الإشارة تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اسمي فارس سامي تمام وشرطي كده المجتمع السم ده في السماء أنا ابن سم وهم طبعا الشباب راسلوني وقالوا لي إن فيه فلوس تتضحك عليهم فيها وتتنصب عليهم فيها فكانوا محتاجين إن هم يجيبوا حقهم فأنا كنت معهم طبعا محضر عملنا محضر في الاسم ومشينا بإجراءات قانونية جدا في اسكندرية اللي في البداية كده دول من أني محافظات في منصورة في كفر الشيخ في منصورة في كفر الشيخ وفي الشرقية وغيرهم من محافظات مصر طبعا وفيه ناس كتير كمان غيرهم من محافظات مصر كلها يعني يعني من محافظات مصر كلها موجودين هنا مجموعة يعني ده يعتبر مثال يعني بسيط عن عدد كبير جدا موجود في مصر وتعاملوا معي اتعرف عليهم ازاي بقى وصف عليهم ازاي اه طيب احنا ممكن نسألهم لو حاجة كابب قبر الشكل اولا طيب هم بيعرضوا هنا صورة اه الاصم اللي نصب عليهم هو ده الشخص اللي نصب عليهم صورة النصاب اللي نصب عليهم بالزبط في المبالغ دي وبرضو هو من زاوي الااقة السماية اتعرف عليهم ازاي هم اوصلونه بساي طيب انا طبعا انا يعني شفت اول مرة انا معرفوش من زمان اه واحد صحبي اصم قال لي اه في اه يعني ممكن ممكن نوصل مية وعشرين اه الف للشخص دوت اه وهو كمان اخدهم وما استردهمش او حتى اه وفى بوعوده وصل من ببالغ كمان لخمسمائة الف اه وما وفاش بوعود اللي هو اديها لجروبات الصم هو طبعا وصل له الكلام ده من اه جروبات صم اه وطبعا هو ادائق اكيد اه لان شخص ده برضو اصم هم يعني هم عاملين جروب خاص بنفسيهم اه عاملين جروب جروبات واتساب وجروبات فيسبوك بنتواصل عليها اه ده برضو اه شخص اصم طبعا يعني حزين جدا جدا على فلوسه اللي ضعت يعني هو الشخص بيقول اه طبعا فلوسي كلها رحت عليا اه اه عادتها تفعله في فلوس وراحت عليا كلها طبعا حزين جدا يعني حزين اه اتنصب عليه في قد ايه وهما كانوا واحد اتنصب عليهم القافر الشيء هو طبعا يعني مبلغ كبير بيقولك مبلغ كبير من مجموعة كمان مش من هو بس هو كمان كان مع مجموعة هم دول المسؤولين عن قد ايه طفل الشيء تمام مظبوط اه طبعا فيه ثم كتير برضو مجوش اه النهاردة اعتذروا كده اه بس احنا نيابة عنهم يعني بنيجي طب بداية التعرف معهم قالهم ايه او هما اخد الفلوس في المنظر ايه الاول الموضوع دوت حصل مع حد في المنصورة اه وجروب كبير في المنصورة اتكلم معاهم وبعد كده اه درج الموضوع في كفر الشيخ صدقوه ازاي هو طبعا اسلوبه اسلوبه حلو اسلوبه كويس ان هو يعرف يقنع حلو يعني اسلوبه حلو معهم وقدر يقنعهم يعني او او اسلوبه حلو كان مرحب بيهم اه عزايم طبعا ان هو يعني كان مرحب بيهم بطريقة كويسة جدا واقنعهم يعني اه طبعا قعد يقول لهم انا حساعدكم في شغل اه حكومي اه وهساعدكم بعدين برواتب اه مستقبلية بس طبعا كل الكلام ده ما فيهوش اي وضوح يعني برشلهم الارض واردي يعني بالظبط اه مزبوط اه بالظبط هل هم انخدعوا برضو في المظهر بتاعه وسمته بالظبط مزبوط اه يعني دي كان اول بداية الصفر بينهم وما بينهم ان هو من نفس الفئة بتاعتهم برضه مزبوط بالظبط ان هو كمان اصمه كمان طبعا فيه شهور مزبوط على الوقع اللي حصل ديت وفيه ناس كانت متواجدة في حالة موقعية النصب يعني تم عمل محضر طبعا واتخاذ الاجراءات القانونية كلها مزبوط بالظبط تم عمل محضر بالظبط هو طبعا عملوه في اسكندرية يعني وهم هنا من كفر الشيخ اللي اتنصب عليهم هم مسؤولين عن جروبات هنا في كفر الشيخ اللي اتنصب عليهم مزبوط اه طيب ازاي نفس النصاب قدر ينصب على المجموعة ديتها المحافظات كلها اه طبعا ده ده يعني ده اسمه طمع يعني اه طبعا هو بيستغل اه السم في كل المحافظات اه طبعا احنا كجروبات سم بندعم بعضه بنساعد بعض في الخير دايما فهو استغل كمان نقاط كتير عندنا في كل المحافظات اه في جروبات السم استغل ان هو كان متواجد معاه في جروبات مجمعة لآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ يعني يعني حوالي كتير كتير طبعا احنا اللي ظهروا لنا دلوقتي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ان هو ان هو ينشر ان هما ما يصدقوش الشخص دوت وبيحاولوا طبعا ان هما يمشوا في الاجراءات السليمة عشان يقبضوا عليه ويقفوا الحالة ديت اللي هو بينشرها الشخص دي ما حاولتش يتواصل معهم؟ ان كانوا في رسائل طبعا ومسجات اه طبعا رسائل ومسجات على السوشال ميديا كان بيبعتلهم طبعا من نوعية الكلام ان احنا عندنا الجماعية تعالوا احنا مرحبين بيكم وحنساعدكم هتبدأوا تدفعوا لنا مبلغ وحنبدأ ان احنا نجيب لكم شغل خمسة في المية في الشركات وحنبدأ ان احنا نساندكم فبدأوا ان هما يصدقوه وبدأوا ان هما يخضعوا الكلامه امتى اكتشفوا ان هما تعرضوا لعملية نصب واحتيال من الشخص؟ يعني الكلام كله كان ماشي في ناحية ايه ان هو بيطول في الوقت يعني مسلا كنا بنديله الفلوس يقول لنا مسلا استنوا ايه شهر استنوا شهر الجاي استنوا شهر اللي بعده عملية ممطلة استنوا مش عارف ايه في منهم استنى سنة وسنة ونص وسنتين كمان بس بدون اي نتيجة فاستنتجوا ان ده طبعا يعني بدون اي فايدة يعني حصل بينهم مواجهة وما بينهم اه طعم في مواجهات اه حصلت بعد اه بعد ما اه طبعا هما حاولون هما في الابداية خالص لما جم التقوا بيه جابوا الورق بتاعهم كله اللي هو طلبوا آآ منهم طلب منهم ورق طلب منهم آآ مبلغ مالي آآ وفي الاخر راحوا وقابلوه آآ في اسكندرية وبدوا ان هم يقدموا آآ الورق وطبعا هم هو بيتكلم طبعا بالنسبة للمنصورة يعني. ممم. تمام. آآ بيقول له هاداك لو هاداك حبيب تاخد آآ يعني كلام من شخص شخص عيكون آآ. طيب. تمام. عربني باسم الاستاذ الاول وقول له هاداك. احمد نعيم. احمد نعيم. ميد غمر. ميد غمر. منصورة. طبعا انا طبعا من زمان يعني انا هو انا مش انا اللي اتنصب عليها انا امراتي اللي اتنصب عليها. وانا روحت مع امراتي علشان آآ ان انا طبعا ادور على حقها. تمام. آآ في الاول مراتو. تمام. قد تلتمية الف اتجمعوا من جروب آآ مع آآ مراتو. آآ وبعد ما آآ اكتشفوا ان هو في عملية نصب في الموضوع. فهو بدأ ان هو يمشي آآ معها عشان يجيب حقها. طبعا آآ هو كان بيقول لهم طبعا انا هسجلكم في الشركة وطبعا انا هسجلكم آآ في شغل آآ آآ خمسة في المية. اللي هو حقكم آآ وكان بياخد صور من كرنيل خدمات المتكاملة آآ وكان بيمطيلهم في المدة الزمنية آآ طبعا آآ كان وعدهم بتلات شركات كمان فيهم تلات فرص عمل كويسة. فطبعا ان هو بيقول لها باك الكلام حلو. الكلام حلو اللي بيقوله. آآ طبعا طبعا عيب طبعا ان هو آآ ينصب يعني على 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 سيدة كمان. آآ فانا طبعا محروق اكيد دمي آآ وانا معاها في الاجراءات عشان ااخد حقها. انا وزعلان ان هو كان بياتنشب على امراته يعني. بالزبط اه بالزبط انا ما اعرفش انا لو كنت اعرف طبعا يعني انا يعني طبعا هنتقب منه يعني. آآ فانا يعني اعمل ايه دلوقتي يعني احنا كمان البنت كمان بتبقى ضعيفة بتبقى غلبانة يعني بتنصق كمان آآ لاشياء كمان ممكن تبقى واهم مش زي مسلا راجل شقيان وتعبان وكده ده اللي يقصد يعني. كان مسعر سعر الوظيفة اللي كله ولا اخد من ده مبلغ محدد وده مبلغ دان وده مبلغ تالت? هو بالنسبة له في الجروب بتاعه كل واحد اخد منه آآ مبلغ معين بس طبعا كل الكلام بقى في الوجهة هي مراته لان مرات طبعا اللي جمعت من الجروب كمان. فطبعا الكلام كله جاء على آآ مراته يعني. فطبعا يعني الجروب طبعا فاكرين انه هم اللي حرامية فاكرين انه هم اللي نصبوا آآ بس العكس هو اللي حصل لا هم آآ شخص دوت نصب عليهم كلهم بالفعل يعني. هم ضحية عشو شخص وهم نفس الوقت يفاكرين ان. آآ. بالظبط. طبعا هم بيفكروا ان انا اللي حرامي انا اللي نصبت عليهم. انا طبعا يعني ببقى موجهة طولي اليوم. ببقى عندي شغل بقى عندي التزامات. ما عنديش وقت فاضي يعني ان انا ابدأ ان انا اركز كمان. طبعا بعض في مكالمات كتير آآ بالنسبة للشغل فمعنديش وقت فراغ كمان كبير يعني. عرفنا بالتاني وقلنا برضو اتشعوا عليه بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اسمي محمد. محمد السيد. محافظة ايه? محافظة الشرقية. تمام? طبعا اللي بدأ اول الموضوع طبعا واللي قال لي هو الاستاذ. هو طبعا المسئول بتاع جروب كبير في الشرقية. هو بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا مسئول فين في الشرقية? ومولود في محافظة الشرقية. طبعا انا معي محافظة الشرقية المنوفية. آآ وكزا محافظة تانية. انا معي افراد كمان عددهم سبعة وسبعين شخص. اول التقائي كان آآ بحسن فين? آآ كان في شرم الشيخ كنت رايح اتفسح. آآ شرم الشيخ قابلنا حسن وقال لنا على موضوع الشغل. طبعا هو هو قال لك موضوع الشغل خمسة في المية. شركة صحيح كده? تمام. طبعا هو كان بداية الكلام آآ ان انتو جيبوا معاكو عشر آآ صور مستندات معينة بدأ ان هو يطلبها منهم. آآ صور من كانت ناخد باتهم الكاملة بس لازم آآ تدفعوا آآ فلوس. كل واحد آآ يدفع تلات تلاف ونص. آآ علشان ابدأ ان انا امشي في الاجراءات وابدأ ان انا اشغلكم. طيب نهاية آآ الموضوع دوتو هتشوفوا النتيجة امتى من الشغل? ان شاء الله آآ شهرين آآ آآ تلات شهور كمان. طبعا هو بدأ ان هو يسند آآ ويبدأ ان هو يجمع صم عشان يساعدهم لان هم محتاجين للشغل ده كتير. بس بعد اما جمع الفلوس وجمع الورق اداه آآ لحسن. وبدأوا الصم ان هم يعني لقوا ان المدة الزمنية بتكتر فبدأوا يجيبوا اللوم عليه هو. آآ فبدأ آآ هو يتواصل مع حسن وبيقول له انت كده بتجيب اللوم علي انا. راح حسن آآ قال له آآ يعني آآ ان شاء الله استنى بس اصبر آآ هنأجل الفترة الجاية اصل لسه الورق بياخد آآ وقته اصل لسه ولسه 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 طبعا هو كان بيشتكيله بيقول له الموضوع كده جاي في وشي انا. فما تأجلش كتير آآ احنا كنا متفين عداد شهور. طبعا بدأ يأجل شهر تسعة شهر اتناشر شهر واحد السنة اللي بعدها بدأت ان هي آآ شهور تعدي طبعا سبعة وسبعين شخص كتير آآ وكمان كلهم مفتكريني انا آآ طبعا حطيني انا في الوجهة يعني تمام آآ فطبعا انا محطوط علي ضغط كبير آآ جدا فبدأنا كمان ان احنا خلاص نمشي في اجراءات قانونية لان احنا بنحاول نتواصل مع حسن كمان وهو بيقول لنا برضو لسه الفترة الجاية ولسه الفترة الجاية آآ فترة الجاية لحد امتى هنمطل لحد امتى او انتاخل لحد امتى انا كده مسئول عن الشباب دول كلهم والناس دي كلها السبعة وسبعين فرد انا كده عليا آآ شبه يعني مسئولية آآ عليهم كلهم طبعا الاستاذ والاستاذ طبعا مع بعض آآ في نفس جروب برضو تأكد ان الكلام على مسئولية الاشفاص الموجودة بالزبط مصبوط مصبوط اكيد طبعا احنا بنخاف الله يعني آآ انا يعني بخاف ربنا طبعا آآ طبعا هو آآ حسن آآ كان معاي كمان مترجم آآ وقت آآ ما احنا جينا ان احنا سلمنا آآ الفلوس هي مترجمة آآ بنت آآ سلمنا الفلوس وسلمنا الورق آآ وطبعا في شهود موجودين آآ ساعة ما احنا بنسلم كمان الورق آآ والفلوس وطبعا كلهم آآ عارفيني وكمان واسقين فيا انا آآ لان انا يعتبر آآ في الجامعية آآ مسئول آآ في مجلس الادارة كمان فهم واسقين فيا كتير طبعا الاستاذ شاهد آآ معايا طبعا انا زعلان كتير آآ من الموقف دوت طبعا وعملية النصب دي كبيرة كلهم عاملين ضغط علي كبير قوي هو حسن مرتاح آآ كتير آآ وانا علي ضغوطات كبيرة آآ آآ ارتاح امتى لما كله يسترد فلوسه كله ياخد حقه معايا آآ دلائل معايا آآ حاجات تثبت الكلام كمان ان انا بقوله طبعا الصلاة كان بيمضلهم على حاجة يعني تمام طبعا الصلاة بقى عضوية وكده آآ بحيس ان هو يبدأ يعني يهديهم يعني ويبدأ ان هو آآ يمتص آآ غضبهم وكده بسأله انت آآ اتنصب علي كفاءات المبلغ بالضبط فانا عامل ايه يعني 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 الناس صم كلهم بيسألوني على بيطلبوني بالمبلغ وبحاول ان انا آآ آآ احاول ان انا تواصل مع حسن وهو بيحلف لي كمان على الكرآن الكريم وبيقول لي آآ احنا آآ انا حاو في آآ بوعدي ليكم آآ طبعا كله مش مرتاح وهو الوحيد اللي مرتاح في النص آآ آآ احنا ادينا فلوسنا ليه واستأملناه بس هو ما وفاش آآ آآ بوعده لينا بالعكس كمان بيتطول علينا لما بنيجي بنكلمه وبنطلبه بحق بحقنا آآ بيتطول علينا وبيتكبر علينا آآ في آآ في آخر اللي جمع منهم الفلوس دولت هل ظروفهم كويسة لا طبعا ظروفهم صعبة جدا في منهم عائلات وفي منهم آآ مسؤولين عن قسر طبعا نموذج استاذ طبعا بيقول طبعا انا يعني انا بجيب طبعا القرش يعني بصعوبة آآ فطبعا انا واحد من الناس طبعا مسؤولين عن البيوت طبعا آآ الاستاذ طبعا آآ آآ والده طبعا عامل مشاكل آآ بسبب الموضوع ده اكيد آآ فمشاكل عائلية في كل بيت بسبب الموضوع دوت غير طبعا الفلوس اللي اتنصب عليهم فيها فضغط ضغط ضغط كتير السبعة وسبعين آآ فرض كتير آآ يعني تقريبا مليون ومية مليون ومية ألف آآ مليون ومية ألف للجروب بتاعي آآ يعني ده الجروب بتاعه مليون وسبعمائة ألف الواحدة ده تمام ايه هو هو ده جروب تمام وده جروب مجموعهم على بعض سبعة وسبعين آآ فرض سبعة وسبعين فرض والسبعين فرض بيطلبوهم بالكلوز لا هو كمان هو كله علي انا كمان يعني لان انا برضو انا اللي ظاهر عندهم اوي فكله علي انا كمان اولا استاذ بيقول وطبعا برضو عندهم برضو في المنصورة برضو ناس كتير عندهم برضو بيكلموه تبع لي كده عشان الشمس عامل آآ 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 طبعا هو بيقول اآ بيقول خلاص كده عنا انا 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 امل ايه طب نبيع بيوتنا وאני ونيديل الناس دي tiers كلها فلوسهم عشان شايلي المسئوليتهم. اي bon neamil ايه نبات في الشارع يعني ان اعمله ايه كل حد فيهم عنده اجارات وعنده عيال وناس بتشتغل بدرعها وبتجيب لهم متعيشها بنفسها. نعمل ايه? نبيع كليتنا? طب قوله. هنبيع كليتنا يعني هنعمل ايه طيب? هنجيب فلوس منين? قوله زي ان انت اقنعت الكروب اللي معاك بان انت تاخد منه فلوس تبقيها الحزب. طبعا انا قلت لهم اه هيبقى في معاش اه اه كل شهر هيكون اه بقلف جنيه عشان معاكم كرنيه خدنات متكاملة على لسان طبعا اه حسن. اه وكنت كمان بختار الناس اللي هم حالتهم اه صعبة وظروفهم صعبة. اه لان اه طبعا كلهم بيتجهوا لمصادر ان انا مش مش عارف اجيب مصدر رزقي. اه بنفسي مش عارف اجيب فلوس. في ناس منهم ممكن تنساقل السرقة. اه تنساقل مش عارف ايه. طب هم يسرقوا طب هم يشحتوا طب هم يعملوا ايه? فهو بيسندهم بيساعدهم. اه بيختار الناس اللي عندهم كمان اسر واولاد وكده عشان يستفيدوا اه بالخدمة دي. اه طبعا اه كلهم زعلانين كتير. خلاص كلهم دفعوا فلوسهم ودفعوا حاجتهم. وما جالهمش اي من الوعود اللي وعدها اه حسن ليهم. اه وطبعا انا انا اللي محتوط في الوجهة انا مش مبسوط طول الوقت اكيد. حزين طول الوقت. اه ومشاكل كتير جدا صداع اربعة وعشرين ساعة. خلاص. والله فعلا انا باخد ادوية المسكنات الصداع طول الوقت. سبب خانقتي دي ومن كلام الصم اللي معايا كتير. طبعا انا في مدربات ومشاتمات بيني وبين حسن. اه في شات اه طبعا على الواتس. اه وكده اه طبعا اه رسائل طبعا وشات. رسائل وشات كتير طبعا هو بيحاول يكلمه فيديو بيحاول يبعط له لايك. اه معنى اللايك ده يعني اللي هو كلمني فيديو يعني عندنا في مجتمع اه صم دقاف السماء. طبعا ما بيستجبش نهائي. ما فيش اي حاجة خالص. اه طبعا انا ماشي انا انا عايز اجيب حقه اه الصم اللي معايا دولت. بس هجيب لهم منين? هجيب الفلوس منين? طبعا هو عنده في المنصورة يقدر ان هو يحكي اه موقف اه جروب المنصورة طبعا هو اسمه وليد. تمام? اه انا من المنصورة. اه طيب انا في الاول خالق انا. شغل شغل. تمام انا شغال في شركة تمام? اه طبعا انا جمعت اه من اه جروب. في ناس كمان باعوا اه توك توك بتاعهم شخصي. وباعوا اه متسكل. في ناس اه استلفوا من اهليهم. اه علشان اه يدفعوا مبلغ زي ده. المهم في الاخر خالص احنا جمعنا المبلغ دوت ورحت له. اه علشان هو يكون اه هو اللي كلمنا طبعا تمام? ففهو في البداية خالص اتكلمنا في موضوع ان هو يبقى ليهم اه معاش اه كل شهر وكده. اه بمبلغ. خمسة واربعين فرض. خمسة واربعين فرض انا معايا في المنصورة. اه بدأت ان انا اتكلم معاهم وكده وجمعت منهم الفلوس عشان نساعدهم. وفي النهاية انا برضو محتوط في الوجهة في محافظة المنصورة. مبلغتين? اه خمسمائة الف بمجموعة خمسمائة الف الخمسة واربعين. يعني لو قلنا اكتر من اه من ربعمائة واحد منصور عليهم من المجموعة كلها. اكتر? في حد معامية. اكتر 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 اكتر. طبعا في اكتر كمان انا بستعزنكم كمان. انا في واحد صحبي. طبعا هو بيتكلم عن ان في ظروف طبعا صعبة ناس بتمر بيها. اه في شخص بيحاول ان هو اه يساعده. فالشخص دوت بيحاول ان هو يجيب الفلوس اه يعني على قد ما يقدر لان طبعا دي فرصة بتبقى حلوة بالنسبة لهم شغل الخمسة في المية في الشركات. فرصة بتبقى حلوة ان هم ما يلاقوها. اه فطبعا وعود 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 وفي نمازج كتير جدا هو بيقولها. قلوهم الكلام على مسائلاتكم الشخصية. وطبعا بالاضافة الى المحاضر اللادمن اللي حضراتكم عملتوها. تمام. 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 مزبوط. شكرا. تمام. بس في 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 ناس كمان بتبيع دهبها كمان. اه عشان الموضوع دوت. اه بس انا حاول طبعا ان انا وقافهم ان هم يبيعوا طبعا اندهبهم او حاجات زي كرة عشان حرهم يعني. تمام. تمام. اشكرهم لنا وولا ربنا معكم ان شاء الله حقكم راجع ان شاء الله. قبل اعافت لكم. قبل اعافت لكم. شوان الله. تمام. كرام طبيعي موقع بصراحة الاخباري زي ما شفنا دول مجموعة من اه زوي الاحتياجات الخاصة اتنصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة جدا والنصاب برضو من زوي الاحتياجات الخاصة زيهم. ازاي ادري يقناعهم اه وازاي ان هو اه ياخد منهم المبالغ المالية دي وإزاي أنه هو تحصل عليها وبعد كده خلع ده اللي عرفناه من خلال تقرير موقع بصراحة الإخباري معاهم ومع المترجم لغة الإشارة معاهم وحكينا بالتفصيل كيف تم عملية النصب على الشباب دول دول من جميع محافظات مصر 18 واحد من قف الشيخ 30 تقريبا من منصورة من محافظة الشرقية تقريبا 20 يعني من محافظات مصر كلها دول نماذج في محافظات قفر الشيخ كلها آسف من محافظات مصر كلها قفر الشيخ المنصورة الشرقية الغربية كل دول نماذج من اللي اتنصب عليهم في محافظات رقم شاديناهم طابعين ده قليبناك معاكم محمد دكتور صحفي بالموض